السلام الخير عاملين ايه يا رب اكونوا خير الفيديو انا مجمع فيه معلومات عن كلب من كلاب الحلوة وليه مظهر كده مميز ومظهر وشيك فيه ناس بتحب اللونه قوي اللي هو الاسود هو البلاك كوت الكلب ده جمعت فيه معلومات اتمنى ان اتفيتكو مش عايز اقول عليكو يلا بينا ندخل في الموضوع البلاك كوت هو كلب تابع لعيلة الجيرمان شيبرد او الراعي الالماني بس لونه كله اسود كانوا بيستخدموه زمان في الصيد بيستخدموه كمان في الحراسة وكمان الشرطة بتستخدموه في كزا مهمة زي الانقاذ والتتبع وغيره وده عشان بيمتلك حسة شم قوية جدا جسمه مرن ونشيط جدا طول الزكر من 61 ل 66 سنتيمتر اما بقى الانثة من 56 ل 61 سنتيمتر الوزن بقى وزن الزكر من 29 ل 41 كيلو جرام اما الانثة من 23 ل 34 كيلو جرام دورة حياته من 10 ل 13 سنة دي دورة حياته اللي بيعيشها والاعمار بتاعة ربنا لو بتفكرت ربي الكلب ده لازم تعرف انه بيحب البشر جدا وكمان الاطفال بس انا مش بنصح انك تسيب كلبك مع طفل وخصوصا لو الكلب كبير لكن لو الكلب صغير لسا جار وعادي لكن ما تسيبهمش لوحدهم دي حاجة حاجة تانية انت لازم تجريه على اقل مرة في الاسبوع والمشي لان ممكن يجيله ملل لما انت ما تخرجوش كتير بيجيله ملل والملل هينعكس على السلوك هيبقى ليه سلوك يعني سلوك وهيتغير زي مثلا يعمل توليت في حتة غير المكان المخصص ليه اه كمان ممكن الاكل يبتدي ما يكلش زي الاول او تلاقيه اكلته ضعفت فلازم يخرج بشكل مستمر وهو زي ما انا قلت نشيط جدا فمدام نشيط جدا لازم تخرجو وتمشي كتير والجريب ده مهم جدا ليه تدريبه سهل جدا بيتيع الاوامر لو تدرب صح طبعا بيتيع الاوامر اجتماعي يعني يحب يكون دايما بين الاسرة اللي تربى قدامها ما يحبش العزل ما ينفعش تسيبه لوحده فترة طويلة يعني فترة طويلة لوحده ده مش حلو ممكن برضه ينعكس عليه بالملل وفي سلوكه غير كمان انه من الحاجات الحلوة انه هو بيتاقلم على البيئة اللي هو فيها بسهولة الكلب ده بينضج او بيبلغ يعني عند سن 18 شهر اول ما بيوصل ل18 شهر هو كده بيكون نضج دي كانت المعلومات عن كلب البلاك كوت الالماني اتمنى الفيديو يكون فاتكو وعجبكو لو عجبك الفيديو او عجبك ما تنسوش دعموني بلايك لو مش مشترك او مشتركة يريد تشتركو عشان شوفو كل جديد من فيديوهات نوع انا بعمل قراية ابراج من خلال يعني اقرى الابراج ونتفائل وندردش ده غير من الفيديوهات اللي بعملها دايما معلومات عمها سيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف ودسكريبشن تحت تاخدوا فكرة عن الفيديوهات شكرا وليكو مع السلامة